من النشويات المعقدة يعني ايه نشويات معقدة؟ يعني نشويات بطيئة الهض وبطيئة الانتصاص ما ترفعش مستوى السكر في الدم بسرعة وتخليه ينزل بسرعة ده عيش بلدي بقى عندنا كذا حاجة بقى عندنا العيش البلدي اللي هو معمول من دي الأمح الكامل عندنا التوست البني أو التوست الأسمر عندنا توست الحبوب الكاملة عندنا التوست المعمول من الشفان بس لازم أتأكد أنه سبعين في المية في أي منتج من المنتجات دي يكون معمول من الأمح الكامل لأن للأسف بقى فيه غش في الجزئية دي موجود في أفران كتير يعملوا عيش فيه نوعادي ودي نقطة مهمة جدا أن ننبه الأباء والأمهات ليها يبقى عيش فيه نوعادي اللي هو الأبيض ويروح حاطة معلقة عسل أسود فيغمق خد لون خد لون أو يحط معلقة كاكاو فيغمق ويروح رشاش لك شوية تردك كده أو شوية تشوفان يقولك يلا تفضل رغيف فينه سنة وللأسف الأباء والأمهات بيسمعوا أن العيش الأسمر أو العيش السنة أو اللي معمول بالحبة الكاملة هو الأصح يروحه يجيبوه عادي وللأسف ما تحوق عليه فعشان كده الترتيب زي ما قلنا عيش بلدي توست أسمر توست ردة أو توست الشوفان أو ممكن نعمل حاجة في البيت يعني ممكن أعمل حاجة زي راب أو اللي هو عيش التورتيلة أو اللي هو بيتقل عليه للعيش السوري ممكن الأباء والأم لو عندهم وقت بيتعامل بسهولة جدا جدا مع علاقتين دي شوفان وشوية مية وشوية خميرة ويتقلب في كوباية وفتص سخنة بيدي الشكل زي العيش السوري وحتى كمان لو حطينا في حاجة وهنقول إيه الحاجات اللي تحط جوه العيش معايزين نقص الشيف حسن يعمل لنا الحاجات دي في حالها ياريت ياريت والله هنكلمه ويعملها لنا بإذن الله دي طبعا تبقى فكرة جويسة جدا جدا أولا هتبقى أوفر في التكلفة ثانيا هتبقى شكلها مختلف لأن للأسف بلاقي كومنت مثلا من الأم أو الأب بس الولد مكسوف إنه ياخد معي يعيش بلدي قس الولد مكسوف إنه هو ياخد عيش أصمر قس الولد مكسوف إنه ياخد عيشه فان هو عايز عيش فينه زي صحابه وهنا بقى بتنشغل كلمة زي صحابه دي ما هو زي صحابه دي طب هل صحابه مهتمين إن التغذية تبقى كاملة هل صحابه مهتمين إن التغذية تبقى سليمة الله أعلم تملناش دعوة بحد إحنا بنوجي وبنوعي وبنختار الأفضل لنا ولعيالنا ومفيش منع لو مرة في الأسبوع كنوع من أنواع التغيير عملنا ده بس يبقى على الأقل الأغلبية من أكلهم يبقى صحي بنسبة كبيرة ده بند النشويات تاني بند البروتين وكلمة بروتين دي مش لحمة وفراغ خالص البروتين ده أي مصدر لبروتين ممكن مصمار البطن يعني جملة حقوقية جدا صديق الشعب فعلا الفول من أفضل أنواع البروتين لأنه بطيق الامتصاص وفيه كمان نسبة نشويات وفيه نسبة الفيتامينات كويسة جدا جدا وكلمة بطيق الامتصاص دي يعني يقعد في بطن العي المدة طويلة ما هيحسش النجعان دكتور هل الفول بيخلي العقل يتربس؟ لا طبعا ده ده الفول بالبصل ولا ده كلام احنا بنقوله لا ده كلام احنا بنقوله وبعدين الإفراط أو الكمية الزيادة وبعدين دي برضو نقطة لازم نوعي الناس ليها الفول هو مصدر لبروتين من مصادر نباتية ومصدر كمان لنشويات يعني هو في حد ذاته كل البقول ميكس نشويات على بروتين فالمفود لو أنا هاكله ما خدش معاه كمية نشويات عالية بمعنى لو أنا هاخد نصر غيف بلدي ومعاه حتة جبنة لو هاكل طبق فول هاخد ربع رغيف بلدي مش نصر غيف لأنه هو موفر لي نسبة نشويات مع نسبة البروتين عندنا مصادر تانية للبروتين غير الفول عندنا الجبن بكل أشكالها بس ندور على الجبن الطبيعية نبعد تماما عن الأجبان اللي هي معمولة من دهون نباتية ودلوقتي الحمد لله بقى وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء وكل وزارة الصناعة كل الهيئات المعنية بتجبر كل الشركات تكتب على المنتجات بتاعتها ده معمول منين فبقى حتى تلاقي وقف هو أسدوم السوفر ماركت لقي علبة جبنة بكذا بكتوب عليها تحتوي على دهون نباتية وعلبة أغلى مكتوب عليها لبن طبيعي 100% أروح للبن الطبيعي 100% لكذا سبب أولا لأنه معمول من لبن 100% فهيديني كل فوايد اللبن وللأسف جزء كبير من الأطفال دلوقتي أو لسن الصغير رافدين اللبن تماما طب حالة هو رافد اللبن طب أجيب له كالسيوم وأجيب له فيتامين دال أجيب له الكازين أجيب له الوي بروتين موجود من اللي موجود في الجبنة بس ممكن اللبن يا دكتور بنتحيل بقى الحاجات اللي هي مثلا لبن بالفراولة لبن بالشوكولاتة لبن بالفراولة لبن بالشوكولاتة بس لازم نخلي بالنا من حاجة أعمله أنا وادهوله ما جيبش الحاجات الجاهزة لأن دي بتبقى كلها عبارة عن سكر أو مكسبات طعم ما فوش أي فايدة غذائية خالص خلص ممكن يتعمل في البيت يتعمل في البيت يبقى أفضل وكامل القيمة الغذائية ترجمة نانسي قنقر